آية من القرآن تجعل أي شخص يطيع قطاع عمياء ولا يرفض لك طلبا مهما كان جربها بنفسك طرع عجبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دائما يا رب العالمين إخواني وأخواتي إذا أردت أن تجعل شخص ما يطيع قطاع عمياء ولا يرفض لك طلبا إليك أخي أو أختي هذه الآية القرآنية المعجزة لجعل أي شخص يطيع قطاع عمياء ولا يرفض لك أي طلبا مهما كان وهنا إخواني وأخواتي لا أقصد الضرر بفلان مثل ما يعلق البعض إنه يريد أن يجعل الممثلة العالمية تطيعه أو يطيع الشخص الفلاني المعروف عالميا أنا أشكر كل ما يعلق على فيديوهاتي وأقول أن كل شخص تعليقه يعكس تربيته وأخلاقه عموما لكي لا نبتعد عن موضوعنا وهو أن تجعل أي شخص يطيعك فيما يرد الله ولا يرفض لك طلبا مهما كان إذا كان زوج أو أخت أو أخ أو ابن أو ابنة أو حبيب أي كان ذلك الشخص يجب أن يكون هناك صلة بين الطرفين ولو كانت هذه الصلة قليلة بعد الشيء بين الطالب والمطلوب المهم يجب أن يكون أن يوجد صلة بين الطالب والمطلوب وعلاقة وتصلح هذه الطريقة إخواني وأخواتي للأزواج المتخصمين أو المتباعدين والذين بينهم نفور أو للأزواج في البيت الواحد وحتى تصلح هذه الطريقة إخواني وأخواتي للأبناء وهذه الآية الكرآنية الكريمة هي معجزة لتجعل أي شخص يطيعك ولا يرفض لك طلبا مهما كان لكن هناك وقت لقراءتها وعدد محدد وشروط يجب الالتزام بها والالتزام بالعدد والوقت لمن يريد القيام بهذا الأمر كالزوج إذا أراد طاعة زوجته له أو العكس أن الزوجة تريد طاعة زوجها لها أو ابنها أو أحدا من أهلها أو حتى هناك بعض الأهل عندما يتقدم شخص ما لخطبة ابنتهم تجد أن الأم والأب موافقان وأن أحد الإخوة معارض لهذا الأمر وقد يفتعل المشاكل والعراقين لهذه الفتاة أو الأم أو الأب يجد هنا أن ذلك الشخص مناسب لكن هناك من يعارض وهذه الطريقة التي سأقدمها لكم اليوم تصلح إخواني وأخواتي لهذه الأم وهي بإذن الله تعالى مجربة مئة في المئة ما قام شخص بعمل هذه الطريقة بنية صادقة إلا وتم مطلوبه وأصبح الشخص المطلوب طائعا له ولا يرفض له طلبا مهما كان إخواني وأخواتي سأقدم لكم الطريقة وكراءة الآية المباركة التي فيها معجزة لتجعل أي شخص يتيع قطاع عمياء ولا يرفض لك طلبا مهما كان وسأشرح لكم عددها ووقتها نتمنى منكم قبل البدء في شرح الطريقة إخواني وأخواتي نتمنى منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل اللايك دعما للقناة لنقدم لكم أفضل وأقوى الطرق الروحانية المجربة الناجحة ولتصلكم الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى أحبتي في الله إذا أردت أن تجعل شخص ما يتيع قطاعة عمياء ولا يرفض لك طلبا مهما كان تجلس ليلة الأحد وليلة الثلاثاء وليلة الجمعة أي يوم السبت مساء ويكون العمل بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين لا مشكلة وليلة الثلاثاء أي يوم الاثنين مساء وليلة الجمعة أي يوم الخميس مساء ليلة الجمعة ويكون كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي العمل بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين إن شاء الله في أي يوم من هذه الأيام التي ذكرتها لكم إخواني وأخواتي تصلح لهذا العمل وتكون في تلك الأيام سرعة نجاح الطريقة وتحقيق الطلب من الشخص المطلوب تكون سريعة جدا بإذن الله تعالى أو إنها ستقضى بإذن الله تعالى في ليلة واحدة وفي جلسة واحدة بفضل الله ولكن كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي العمل ليلة الأحد وليلة الثلاثاء وليلة الجمعة تجلس مستقبل القبلة الشريفة وأنت على طهارة الثياب والبدن والمكان ومتوضي وتقرأ الآية الكريمة التالية وهي الآية الحادية عشر من سورة فصلت الآية رقم إحدى عشر من سورة فصلت وأظن أن جميعنا يعلم بسورة فصلت وكل أسرار القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أأتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين صدق الله العظيم تقرأ هذه الآية المباركة مئة ومرة واحدة وهي من سورة فصلت الآية رقم إحدى عشر تقرأ في الأيام التي ذكرتها لكم وأنت مستقبل القبلة ثم بعد ما تنهي القراءة تقول تردد هذا الدعاء سبع مرات وبعد أن تردد هذا الدعاء سبع مرات فوالله سيكون المطلوب طوع عمرك بإذن الله ولا يرفض لك طلبا مهما كان وتكون طاعته لك عمياء وإن أردت أخي أو أختي في الله في جعل هذا الشخص متيع لك دائما تكون بعمل الطريقة هذه التي ذكرتها لكم تكون بعملها ليلة الأحد وليلة الثلاثاء وليلة الجمعة تكون بعمل هذه الطريقة في أسبوع واحد ثلاث مرات ليلة الأحد وليلة الثلاثاء وليلة الجمعة فوالذي نفسي بيده سيكون المطلوب طائعا لك ولن يرفض لك طلبا مهما كان إخواني وأخواتي اخلصوا النية تنجح مقاصدكم سأكتب لكم الآية والدعاء في صندوق الوصف أسفل الفيديو ونتمنى منكم الدعاء وأنتوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات ولو أي حد عنده استفسار أو أي سؤال يتركه لي في التعليقات وأنا سأرد عليه بإذن الله تعالى وللتذكير إخواني وأخواتي يجب الالتزام بالوقت المحدد والعدد والطهارة أحبتي في الله وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير